موسيقى موسيقى هذه المشكلة كانت المشكلة لأنه يتمكننا نصعب المارشي بجميع المارشي وموسيقى يمكننا أن يقوم بجميع المزيدة في جميع المزيدة لنضع السلع ما نقول لك سأشاهده لأنه يتحدث قضية هذه هي عرض وطلب مثل البطاطا يقولون الفلاحة يناقسة من سبب الكورونا كانت فلاحة خسروا وما قدروا يربروني وما يعودوا يخدموا الفلاحة تاحهم وكينا سمعت واحد كما أعطيت أمر الرئيس يرح يستوردوا البطاطا تونس ومصر وكندا تونس ومصر وكندا تونس تسقى منها 13.000 في مصر تسقى منها 15.000 في كندا تسقى منها 15.000 أغلى بشكلها زاد الشحن العالمي سوف نرى لا يوجد مضاربة تجارهم الذين يضربوا قضية تعرض وطلب نحن على حيث هذه الأسعارة البطاطا وديك غراهة مزيدة عSabاني في السومة ستصبعا عادية السحوات نحن نتريح الغدس نقول لك ربي يهدي الناس نرمز يدين في السماء ذو ربي يهدي الناس إن شاء الله ربي يهدي الناس علينا البلاء ذات المرض وإن شاء الله يا ربي تحفي في الأسعار هذه تحفي السماء هذه تعلن الماكلة هذه من هي الأسباب لها خلت سماء الأسعار تكون مرتفعة دائما نعرفه كما نقوله من ناس والله جميع يقول لك والله يلقى ورتفع أسعاره يقول لك تسجن بالعكس كين حاجة لتتحكم في السعر هو قانون العرض والطالب وش معلسها قانون العرض والطالب يعني في السوق هو لحدد السعر بمعنى كي تروح للسوق والله تلقى مثلا كي تعود كينة سلعة كينة مصوفرة راح تكون حي تكون السعر في متناول جامعة حي يكون سعر كما نقوله منخفظ بالصح كي تكون السلعة قليلة تكون كي تروح للسوق والله تلقى السلعة كما نقوله بكمية منخفظة راح تكون السعر ساحة مرتفع هذا مكان ثم يرجع لسبب الارتفاع الأسعار إلى السبب وهو السلعة المنتوج مكانش هذا مكان وهو مكانش تاجر مثلا الحاجة اللي بي العام والخاص يعرف بالارتفاع الأسعار دائما يحدد قانون العرض والطالب وهو يكي تروح للسوق الحاجة اللي هي تحدد السعر هي الكمية الموجودة في السوق كما مدم الحديث في الهجاري في المجتمع يقول لك بالارتفاع البطاطا يرجع سبب تاعه إلى نقص الكمية في البطاطا راجع ماذا للنقص هذا نحن نعرف بالولايات ويتسوف عندها كما نقوله أصبحت رائدة في السوق من إنتاج في جميع الخضر والفواكه السنو كما نقوله نعتبر لماذا كما نقوله كين نقص فادح في البطاطا يرجع هذاك إلى كما نقوله فساد البطاطا بسبب ارتفاع درس الحرارة وهذا هو السبب الحقيقي في إطار الموضوع تعنا تارتفاع الجنوني للأسعار الخضروات هذا الأسعار الذي نشاهده في هذه الفترة أنا كمتتبع أرى بأن هذا الارتفاع ارتفاع عادي جدا ارتفاع منطقي خاصة وأن كل الأسعار يعني مش غير الخضروات أسعار الملابس أسعار السيارات أسعار كل شيء في ارتفاع الجنوني مثلا الفلاح الفلاح لما يخرج أولاده يروح يشري العائلته مثلا يشري حذاء نحن هناك محل للأحذية لما يروح يشري حذاء الابن كان بالك يسلك فيها 1500 دينار 150 الف العام لي فات العام لخل كي يجي العام هذا رح يلقى زيادة بنسبة 70 بالعمية يقول يسلكه 250 240 هو تولي هامش الربح الخضرة مثلا هو تستقام له كيلو غنام بتاع البطاطا ب 20 دينار ويبيعه ب 40 دينار تولي ما تكفيش هامش الربح ذاك 20 دينار بشي يقابل كم احنا نقوله اليومية تاعه هذا ولا نفسر الارتفاع هذا بلا بشي ها تسير فهمتي ما تسير مااش يعني من اللي سوقو لقرو والله منها ملحوان تسير من الفوق وراوح ويجي ويبدأوا من الفلاح اللي قرو اللي نحنا وكل يزي بعضها ما يقذب عليك حتى وعد يقول لك هامل قرو يرام يدير و يزم تسير يجي من الفوق ويجي حبو يعدلوها يجي من الفوق يعدلوها لكن الخضرة هنا وشكين البطاطا يدير 15500 ها طماطم يدير 8000 لحلو يدير 12000 شيفلور يدير 8000 زرودية 7000 بيض الجان ها 12000 خورش 7000 اللي بيا 15000 الزيتون 35000 هذا مش راح نقول لغتين الدسير الدسير نورمال لازم غالي ناقص عندنا التفاح يدير 35000 لانجاز 35000 البنان يدير 27000 فامتية الرمان يدير 12000 بطاطا 2500 رقيق يشكل ب10,000 ما عندي ما نقول لك القدرة الشرائية عن مواطن رايي مكان السلاك ضعيف عن أن شري بطاطا ب14,000 ما لقرير الموضة في قطاع التربية لكن المواطن ضعيف مكان شباب الله يبرك يقول لم يشري فريت لا يمكن فريت لا يمكن الحم غالي كل ما غالف هنا في الجزائر والشهرية السلاك المواطن ضعيف كما يقول لك الجنسي لا يمكن أن نشرح لك الوضعية المواطن بسيط كيف شرح الطبقة وقت كانت الطبقة الفوك وكانت الوسطق وكانت التحت فوك التحت كل شغالي كل حجر هي مليحة الحجر التي تمسط لها تحبس كما الديسير كما البطاطا كما شفور عشر الف البطاطا نحن عدد 14 الف 14 الف حجر في البسطة يعني نفرح لها والله حجر حجر لم يكن كيف تطوح الجاج يدير 37 ألف حجر حجر الحمان حضروش 140 130 اسمها الغلمة البقري يدير 115 المالغالية اسمها كل شغال يكاحت مكاحت حجر يتفرح نعم مكاحت حجر كانش 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 من طوز زوالي ما يعيش ما يقدرش يدير مليون في الجيب يدير دور حاجر السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر